السلام عليكم خوتي مرحبا لكم معنا في فيديو جديد فيديو دليومة كنظن هده يكون مهم بزاف. الى كان عندك قناة في اليوتيوب ضروري يخصيك تكمل هاد الفيديو الى النهاية. وموضوع الفيديو كيما اشتو في العنوان اصدقاء اكتر اسباب رفض القنوات على منصة اليوتيوب وخطأ كبير كتديروه كاملين وعارفينو بانه خطأ وكتديروه. شنوى هاد خطأ اصدقاء قبل ما نبدال لكم الفيديو ونشرح شنوى المشكل بغيتكم تسمعوا من احد المتابعين اللي تواصل معايا على الانستغرام ونكمله شرح الفيديو. هاد الصديق ترفضت له القناة بسبب محتوى معاد استخدامه وايانا نزوم لكم في الشاشة. لم تتيب موافقة على طلبك لتحقيق الربح. محتوى معاد استخدامه. تواصل معايا. وهذه تسمعوا الاوديو اصدقاء. سأجيكم صدمة. يعني هو طلب مني ندير فيديو على هذا الامر. نحاول نهبط. اصدقاء خالدو. اسمعني رسلت لك هادي شوف. كنت قل قناة تعين عندي تقريبا واحد الربعين فيديو ولا واحد وربعين قاد تواعي. واحد فيديو جايبها انا مركبة. ما فيش حقوق نحن نش. على جالة دعطوني اللا. قلك محتوى معاد اختموه. انا بغير زعمك على هاتش دي. تعود تدي لنا كاش فيديو وتفهم. تفهم كالناس بش يفهموك. ما انت اي واحد اي انسان. يدير. البغا عندهم ميت فيديو فيديو واحد معاد استخدامه يفضل لها القناة. هي اطهال ليه. الله يحفظك وي الله يحفظك. شكرا. انا بغيت. انا بغيت. ادير لهم. ادير لهم غي فيديو. كما هاد الناس هدولي قبل ما يفعلوا القناة تاهم يقول لك معلش انا ندير فيديو تاع عشا سوايع ساعة ولا باش انا نجمع به سوايع ولا ويدير الفيطراج ويدير لهم ما فيش حقوق النشهور. هذه والله العادهم غير رم يديعوا في وقتهم باطل. ما والو لكم ميكوش حصري تاعك مية بالمية ومصورة هتا غير رم يديعوا في وقتهم باطل. اي باش هدوك الناس هدوك اللي ينبغي ان يديروا كاش فيديوات ولا باش يدون معلومة باش ما يتقلقوش. باش يديروا فيديو يدربوا الهتمارة ونهار التالي مساكن يروح لهم بلا. انا المشكلة هاد الفيديو هادو انا انا صورت فيديو عشا سوايع دفتها الروحي تاعي. باش نلمبه سوايا. هاد الفيديو هادا اليوتيوب هو اللي اقترها. جاب لي خمسالاف خمسالاف وثلتمائة ساعة. وحدة. وربعين الف موشا هادا. باش مشكلة باش تمحيه. اه سوايا. كيف ما اسمته اصدقاء الاوديو ديال هاد المتابع اللي كنحيي من هاد المنبر اللي هو متابع جزائري وتحية اه خالصة وتحية من القلب لاخواننا ومتابعينا في بلدنا التاني للجزائر. موما اصدقاء انا حاولت نعطيكم هاد الاوديو بس تسمعوا لان اللي دازفتي تجريبة كيكون عنده اكتر معرفة اكتر من اللي ما زال ما دازفتي تجريبة. خطأ كبير كترتاك بوها اصدقاء. كما دار هاد الاخ هو انكم كتبشي وتهزو من اليوتيوب فيديوهات ديال عشرة ساعة ديال ساعة ديال القرآن ديال موسيقى هادئة ديال صوت البحر ديال الامواج ديال العصافر. مهم بزاف ديال فيديوهات مسموح باعادة نشرها. كتبشيو تديروا الفيلتر وكتديروا يعني البحث عن فيديوهات مسموح باعادة نشرها. وكتحزوها وكتحطوها في القناة ديالكم. والطعم الكوبراء الكاريتالي كيديرو بزاف الناس هو انه ما كيخدمش على القناة دياله كاملة من كيشي يخدم السوايع او لا كيبشيش لي السوايع كيخدم عليه هاداك الفيديو اللي ماشي دياله. وكون اكيد اي واحد هاز فيديو بهال طريقة راه كون اكيد نبص منك باش ما بغيتي راه ما غادش تقبل القناة ديالك في المراجعة. الى عندك فيديو بهالطريقة غي حايده. هاد الخطأ اصدقاء اللي بزاف الناس كيديروه داروري غاد نديلكم واحد الفيديو لانه خطأ كبير غادي نديلكم فيديو اخر. بزاف الناس انهم ويلا ارتاكبوا هاد الخطأ يقدروا يديروا معه واحد طريقة واحدة اخرى يمكنها كما كنقوله تصلح الغلط. اشنا هي الطريقة? غادي نخليوها لفيديو اخر ان شاء الله يعني كيف نجمعه ربعا بساحة. ولو يكون عندك الفيديو هزو من اليوتيوب يعني هزو مسموح باعادة نشره. ولكن ضروري واحد الاجراء تديره. باش احتى لو قع لك المشكل ومدرس القناة المراجعة يمكنني نديره واحد الاجراء وغادي يدوس. مهم اصدقاء كي ما قلت لكم انا بغيتي تجمع سوايع بعد من الفيديوهات المسموح باعادة نشره. خدم على محتوى حصري محتوى ديالك. بغيتي تدير فيديوهات طويلة شرحتها في بزاف ديال الفيديوهات لمنها انك اما تبشي تصور واحد عشر دقائق في البحر في الغابة في طبيعة كيف نبغيتي وضعفها في المونتاج على حساب اللي قدر ديال تليفون ديالك حال فيه تستوكاج والحساب اللي قدر ديال البروغرام المونتاج ديالك حال يقدر يخدم لك. وزو الوحا في القناة ديالك وجمع بها سوايع ما كانش اللي يقول لك شي حاجة مشي يعدك. ولكن تبشي تهز فيديوهات ديال الاخرين راح ما مقبولش. واخرتي جيبها من فيسبوك وختي جيبها من الانستغرام وختي جيبها من ديكتوك راح ما مقبولش. ما قدرتيش جيب فيديو وتمونته وتلوحه يمكن لك تدير غيبة مباشر. بات مباشر غالي نقلث قدام الكاميرا. ونبقى نهدر وخاق عما نهدر غين قاقلس مثلا واحد ساعة ساعتين. وهكذا ويمكن لي نخدم على فيديو يتم فيديو طويل. يعني كاينين بزاف ديال طرق باش اننا نخدموه على محتوى حصري. كنقولوها دائما محتوى حصري. اليوتيوب سابقا كان مثلا إذا كانوا عندك بزاف فيديوهات مثلا عشراء عشرين ثلاثين ربعين مياه. وعندك فيديو او لا جوج فيه المحتوى يعني الموعد استخدامه. كيدو زوال كتبلك السيدة درا يعني عندو يعني محتوى اصلي دياله. دابا الا فيديو واحد ما كتتقبلش القناة. لذلك اصدقاء ركزوا على محتوى اصلي ومحتوى حصري. وتفادوا جميع المشاكل اللي تقدر توقع لكم في القناة ديالكم. مهم اصدقاء هاد القادية ديال المحتوى الموعد استخدامه. راه اهضرت عليها وعاودتها وهضرت عليها وعاودتها. وش هال من فيديو قلت لكم بان اكتر قنوات اللي كترفض في المراجعة بسبب المحتوى الموعد استخدامه بسبب المحتوى الموعد استخدامه. ولو كما قال لا حياته لمن تنادي. ومع ذلك تنعود مرة اخرى كندير فيديوهات اخرين. لعل وعسى تدخلوها في بالكم. مهم انا راه ماشي مشكلة عندي انا شغلك هادك. اخدم على المحتوى الحصري. اخدم على المحتوى اللي ديالك اللي ماشي ديالك. هز الفيديوهات ديال يوتيوب كاملين. ماشي مشكلة عندي انا. حيات بزاف الناس يقول لك لا لاش انت مو سر على انك تقول ما دايزينش ما دايزينش. انا ما خاسر ولكن ما كيعجبنيش واحد كيتاب على القناة ديالي. وكابني اللي كيتابعوا القنوات ديالي او للي فاتحين القنوات في اليوتيوب. يدراوش بغان يترزق الله وكادلقاه كي بشي يخسر الفلوس باش يشري السوايع. باش يشري المشتركين وكي يخدم على فيديو غلط. ماشي كو كان يخدم بالطريقة الصحيحة. وفي الاخير كترفض للقناة وكيضيع في الفلوس كيضيع في الجهد كيضيع في الوقت كيدرب تمارا كحلى على والو. لهذا اصدقائك يعزي عليها ان شحن مو احد كيدخل عندي الانستغرام قناتي ترفضات. قناتي ترفضات. قناتي ترفضات. شنو الحل? شنو غادي ندير. مني كتقوله اخصك تمسيح الفيديوهات كجيه ساد ما يقول لك لا. راه هدوك هم الفيديوهات اللي جامعي اللي ربعة لبساعة للأسف. كيفاش غادي تدير. كنقول لهم بانكم من البداية خدموا على محتوى اصلي. وخدموا على محتوى حاصري. وغادي اصدقائك اشكر اي واحد يكمل معنا الفيديوهات على هذه اللقطة. وفهم الفكرة. وكنت من اللي عنده المحتوى المو عاد سيخدموه يحيدو من القناة ديالو. ولكتي ما زال مادرتيش لايك الفيديو ديرنا لايك الفيديو. لو كتي ما زال ما تشتركتش في القناة تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.